بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد علي أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلابا وطالبات مجددا في شروحات مقرر مقدمة في الأعمال إثناء اليوم نستكمل الحديث عن الموارد المتاحة لرواد الأعمال السعودية نحن ذكرنا في درسنا السابق الموارد المتاحة وذكرنا فرصة رؤية المملكة أن أصبح هناك فرصة لإنشاء منشآت من خلال انطلاق في رؤية المملكة ذكرنا أن المملكة تشهد تحولات اقتصادية وإصلاحات كذلك مما يوفر فرصة لرواد الأعمال في إطلاق المشاريع وبالتأكيد يستهدفونها من خلال التفكير في برامج الرؤية ومن ثم إطلاق مشاريع متوافقة مع الرؤية من خلال الابتكار وبالتأكيد دعم هذه المنشآت الجديدة ذكرنا هناك عدة جهات في المملكة تقدم الدعم لرواد الأعمال ذكرنا منشآت ذكرنا أنها أنشآت بعد الرؤية بعد إنشاء الرؤية أو إطلاق الرؤية هذه المنشآت وهي اختصار للهيئة العامة لدعم المنشآت الصغيرة ومتوسطة هي تهدف لدعمها لكي تستمر وذكرنا أيضا في درس سابقة أن المنشآت الصغيرة تمثل نسبة أكثر من 99% من المنشآت في المملكة وبالتالي لها دور كبير في التوظيف لها دور كبير في تقديم الخدمة في رفع الجودة للمنتجات وغيرها لذلك منشآت وهي هيئة تهتم بهذه المنشآت الصغيرة وتقدم الدعم المالي المعنوي الأماكن تقدم لهم مثل مقرات تقدم لهم الدعم التقني وفصلنا في ذلك في دروس الدرس السابق وذكرنا أيضا العديد من المبادرات لهذه المنشآت بعد ذلك ذكرنا مركز ريادة الأعمال الرقمية أو ما يسمى بكوت وهي أيضا تهتم بالتقنية تهتم بالمجالات التقنية تقدم لهم الدعم والبناء التحتية الرقمية لكي تستفيد منها منظمات الأعمال أو قطاعات الأعمال من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحرص هذا المركز على أن تكون المنشآت الصغيرة موظفة للتقنية والابتكارات الجديدة اليوم بإذن الله سنتحدث عن بنك التنمية الاجتماعي سنتحدث عن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ونتحدث عن حاضينات الأعمال الجامعي نستكمل الحديد كما ذكرنا ونوضح أبرز الموارد المتاحة نبدأ في بنك التنمية الاجتماعي وهذا هو شعاره بنك التنمية الاجتماعي يمثل أحد مصادر الدعم المهمة لرواد الأعمال ويهدف إلى أمرين رئيسيين يرتبطان برؤية السعودية 2030 هما زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إذن كما تعلم رؤية المملكة تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد السعودي ذكرنا أنها تمثل نسبة كبيرة وبالتالي كلما زاد عدد المنشآت الصغيرة الناجهة كلما زاد التوظيف وبالتالي تستوعب العاطلين تستوعب خريجين من الطلاب لذلك هي تقلل ترفع نسبة التوظيف وتقلل نسبة البطالة والذي هو أحد أهداف رؤية المملكة 2030 كذلك تهدف إلى التمكين المالي لمنشآت الصغيرة ودعم نموها وازدهارها بالتأكيد من أبرز الصعوبات التي تواجر منشآت الصغيرة هو الدعم المالي هو الحصول على أموال للاستمرار لذلك البنك أو بنك التنمية الاجتماعي يقدم القروض مثلا تمويل العمل الحر هناك دعم الأسر دعم فئات المجتمع بما فيها رواد الأعمال لماذا؟ لكي تضمن استمرار مشروعات الصغيرة في ظل المخاطر التي قد تتعرض لها وبالتالي المنشآة الصغيرة في بدايتها تحتاج إلى دعم لكي تستمر بعد ذلك قد تعتمد على نفسها ومنتم تنطلق في عالم ريادة الأعمال أو في الأعمال المتوسطة أو حتى قد تتحول إلى شركات كبيرة هيئة تنوية البحث والتطوير والابتكار وهي من أحدث الهيئات أو أحدث المنشآت التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد تم الموافق عليها في عام 2021 وتم إنشاءها استجابة لمتطلبات الرؤية وكما ذكر موقعها الإلكتروني هذه الهيئات تتولى الاختصاصات المتعلقة بدعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار نحن نبحث عن مشاريع تطويرية مبتكرة أيضا تنسق نشاطات المنشآت ومراكز البحوث العلمية وأيضا تقترح على هذه المنشآت السياسات والتشريعات والتنظيمات المتصلة بالقطاع وأيضا حتى كيف نموّلها وكيفية تمويل هذه المنشآت بالقروض وغيرها تدير الهيئة برامج متعددة من ورش أعمال استراتيجية لتزود المنشآت الصغيرة بالمعرفة والخبرة المطلوبة للنجاح في سوق تنافسية عالمية لذلك المجال الآن أصبح مفتوع قد تظهر لدينا شركات متوسطة وبالتالي قد تنافسها شركات عالمية واجنبية نضير هذا الانفتاح في الاقتصاد العالمي لذلك تحتاج المنشآت الصغيرة إلى من يقدم لها الدعم الخبرة مثلا التوعية بالأنظمة والتعليمات وبالتالي هذا هو دور هذه المراكز والمنشآت وتقدمها لكي تتنافس مع هذه المنشآت أو تتنافس مع الشركات الأخرى لدينا حاضنات الأعمال الجامعية بالتأكيد تمتلك العديد من الجامعات مراكز الاحتضان خاصة بها لمساعدة رواد الأعمال الناشئين على تطوير أفكارهم واكتساب القوة في سوق تنافسية عالي جدا غالبا ما يشمل ذلك على تقديم الخدمات للأفراد الذين ليس لديهم خبرة أو مؤهلات سابقة في الأعمال التجارية أو ريادة الأعمال إذن حينما يبدأ الشخص مشروعه الصغير أو المنشآة الفردية قد يكون لديه ضعفة في الإدارة ليس لديه خبرة ليس لديه خبرة في جلب الموارد ولكن يحتاج إلى دعم وهذا هو دور الجامعات أيضا الجامعات تقدم لرواد الأعمال أو أصحاب مشاهدة صغيرة دعم من خلال دورات تدريبية من خلال تثقيف وهذا ما تمارس العديد من الجامعات من ذلك مثلا جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية تقدم دورة مجانية عبر الإنترنت قد تكون لمدة شهرين أو ثمانة سابيع لرواد الأعمال بغض النظر عن مستوى الخبرة التي يتمتعون بها إذن كل هذه الجهات التي ذكرناها سواء منشآت أو بنك التنمية أو غيره كلها أوجدت لهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة فكما ذكرنا في درس سابق لا يمكن أبدا للمنشآت الصغيرة الاستمرار أو الانطلاق في عدم وجود بنية تحتية لها أو دعم يساعدها على الاستمرار فكما تعلم هناك معوقات هناك ظنف اقتصادية مختلفة هناك تغير في السياسات تغير في الأنظمة هناك ضرائب هناك رسوم لذلك أيضا من الأشياء التي تقدمها الحكومة السعودية لرواد الأعمال أو المشاة الصغيرة وخصوصا في المجالات المبتكرة والتي يحتاجها سوق العمل هو مثلا تخفيض الضرائب أو مثلا إعفاء من الضرائب أو تقديم تسهيلات وقروض معينة كل ذلك لإيجاد رواد أعمال السعوديين قادرين على المنافسة حتى في العالمية أيضا ذكرنا أن في رؤية المملكة هناك فلصة وبالتالي هناك برامج في الرؤية تهدف إلى تطوير منشآت تحويلها من منشآت صغيرة إلى منشآت منافسة حول العالم لذلك قد تبدأ المنشآت الصغيرة بتلقي الدعم من هذه البرامج من هذه المراكز ومن ثم قد تتحول إلى شركة عالمية تكون قوة اقتصادية للمملكة العربية السعودية لذلك لو نظرنا مثلا في الشركات السعودية الكبيرة قد بدأت أيضا في أمر بسيط أو عمل بسيط أو مشروع صغير وتحولت إلى ريادة في العالم مثلا سابق وغيرها كذلك لو نظرنا إلى الشركات الأجنبية وأيضا علقنا على شركات التقنية وجدنا أن الشخص بدأ في مرآب أو في بيته بمشروع مبتكر صغير ومن ثم تحول إلى قوة اقتصادية حول العالم لذلك لا نستهم بأفكارنا نلجأ إلى الموارد المتاحة لكي تدعمنا بالفكرة تدعمنا بالموارد المالية بالموارد المعنوية ومن ثم ننطلق بإذن الله في ريادة الأعمال أو مشروعات الصغيرة نأتي إلى محور آخر وهو دعم ريادة الأعمال عبر رأس المال الاجتماعي إذن ريادة الأعمال تحتاج إلى الدعم أيضا من خلال رأس المال الاجتماعي والذي نقصد به العلاقات دعونا نتناول هذا الأمر ثم نعلق عليه على الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على التواصل بين الناس في مختلف أنحاء العالم إلا أنها لم تحل محل الشبكات التقليدية وعلاقات العمل والصداقة وغيرها التي تم نسجها مع الزمن في العالم الحقيقي إذن نحن نستفيد من منصات التواصل بجميع أنواعها ولكن لم نستغني على علاقات التقليدية لأنها مفيدة بالتأكيد ونسجت مع السنوات مع الخبرة من خلال التداخل بين الطلاب مثلا بين زملائهم مع معلميهم مع البيئة الخارجية كل ذلك سيكون هناك رأس ما الاجتماعي وهو العلاقات الاجتماعية من المؤكد أن قائمة المعارف أساسية للانطلاق ولبناء شبكات من العلاقات يعتبر مهارة لا تقدر بثمن ويكتسبها الفرد بالمبارسة مع الوقت إذن بناء العلاقات قد تكون مهارة لا يستطيع كل شخص إتقانها لذلك هي مهارة لا تقدر بثمن مع مرور الوقت تكبر هذه العلاقات وتستفيد منها في أعمالك أو حتى في ريادة الأعمال فالعلاقات الجيدة تساهم في تسهيل حصول أي مشروع على الموارد التي يحتاج إليها إذا من خلال علاقة قد تستطيع توفير موارد التي تحتاجها سواء من حيث الاستثمار من خلال علاقة قد تجلب استثمار إلى منطقتك إلى مثلا دخول في استثمار مع الآخرين أو التجلب تقنية لمنشآتك الصغيرة لذلك يمكن ربط المنشآة بشبكة اجتماعية تضمن لها الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد لا يستطيع كل عضو من أعضاء الفريق الوصول إليها بمفرده في العادة لذلك حينما توظف مثلا منظماته ألك حتى للمنظمات الكبيرة شخص مسؤول لا بد يكون لديه علاقات اجتماعية لديه معارف لماذا؟ لأن منظمة تحتاج إلى موارد من الآخرين تحتاج إلى العلاقات سواء داخل مملكة أو حتى خارجها وبالتالي نستفيد منها في توفير الموارد والتقنيات وقس على ذلك في مشروعات الصغيرة بالتأكيد المشروع الصغير ليس لديه موارد ليس لديه مال كبير ليس لديه قد يكون دعم وبالتالي يحتاج إلى هذه العلاقات للانطلاق والاستمرار وبعد ذلك قد يستطيع المشروع الاعتماد على نفسه الشبكة الاجتماعية نقصد بها هي شبكة العلاقات التي تربط الفرد بأشخاص آخرين بمن فيهم أصدقاءهم من المدرسة أو حتى في الجامعة وزملاء السابقون وأيضا مشاركون في الأعمال التجارية وكذلك الأشخاص الذين تعرف عليهم في المنشآة المجتمعية والمجتمع المحلي إذن لو تذكر نحن تحدثنا في دروس سابقة وفي مقدمة في الأعمال واحد عن أهمية العلاقات الاجتماعية سواء بين الموظفين أو في المجتمع لأن بين الموظفين ستخلق مزيد من انسجام والانتاجية وكذلك في المجتمع تخلق نوع من المودة والتعالف والتقارب فبالتأكيد هي مفيدة أيضا للشخص في دعم مشروعه بالاستفادة لذلك نشاهد مشروعات صغيرة انطلقت من خلال دعم العلاقات الاجتماعية لهذا الفرد وأصبحت شركة كبيرة نظير هذا الدعم أيضا الشبكة الاجتماعية لا تتوقف فقط لتلبية الدعم أو لتكويل علاقة بل فقد لا يتمتع مثلا صديقك الذي تعرفه بميزة وقد يستطيع توجيهك إلى صديق آخر بالنسبة له يمتاز بهذه الميزة وبالتالي العلاقات التي لديك من خلال علاقات أصدقائي قد تستفيد كذلك ليس فقط على من صديقك قد تستفيد من أصدقاء أصدقائك إلا أن هذا المبدأ أيضا ينطبق على رواد الأعمال الناجحين وبالتالي هم استفيدون من قوة سبكات اجتماعية بشكل كبير عندما ينضم إلى الفريق فرد أو أفراد جدد لهم معارف وعلاقات كثيرة حينما يكون لدى الفريق العمل أو المنظمة شخص لديه علاقات لديه معارف لديه معرفة بالأمور لديه مثلا سلوب في جذب الآخرين في التواصل معهم بالتأكيد سيكون مفيد للمشروع وقد يجذب الاستثمارات وقد يجذب الدعم لكي ينطلق هذا المشروع وخصوصا كما ذكرنا المشروع وريادة الأعمال الصغيرة أيضا العلاقات الشخصية يمكن تساعد المنشأة الصغيرة على الوصول إلى المعرفة إلى المواد التي يحتاج إلى استقرار والنمو أيضا الشبكات الاجتماعية تسهم بدرجة كبيرة على مساهمة في إطلاق المبيعات نلاحظ ذلك سريعا حينما نجد شخص مثلا لديه أو مؤثر في وسائل التواصل وغيرها ويستفيد شخص في منشأة صغيرة في جذبه أو إقناعه لإعلاله بالتأكيد سيساعده في نقل هذا المشروع إلى طلبات كبيرة وبالتالي يحقق أرباع كبيرة لذلك يقوم العميل بدور كبير في إقناع الآخرين بتجربة التعامل مع منشأة غير معروفة نسبيا أيضا حتى العمل قد نستفيد منهم كذلك لذلك الاهتمام بالعميل قد يؤدي إلى إقناع الآخرين وهذا ما يميز الشخص الناجح هو يحاول أن يقنع العميل بالتجربة يحاول أن يفيد العميل لكي ينقل العميل تجربته للآخرين أيضا امتلاك شبكة من العلاقات الاجتماعية والصحية والمعارف المفيدة بالنسبة إلى أي رأي دعمال هي عامل حاسم وجوهري في بناء سمعة جيدة وراسغة كل رأي دعمال يبحث عن العلاقات المفيدة التي تكون له رأس مال اجتماعي يساعده في تطوير مشروعها لذلك من الآن نختار أصدقائنا الذين يفيدوننا في هذه العلاقات سواء على مستوى الحياة وكذلك على مستوى الأمور الدينية وأيضا على مستوى المشاريع لأنه كما يقال فالصاحب ساحب وأيضا مؤثر في المجتمع ومؤثر فيك لاحقا إذا أطلقت مشروعك بإذن الله الصغير أيضا أصحاب المنشآت الصغيرة يدركون أنهم يستطيعون استخدام أدوات بناء الشبكة لجذب العملاء والتواصل مع الأقران وأيضا حتى تبادل مشورة مع الشركات أو الأشخاص الآخرين والمشكلات المشتركة فيما بينهم كذلك هي ميزة بالنسبة لشبكات الاجتماعية النشطة هي ميزة تضمنه المعارف التي يكتسبها الفرد ضمن شبكة العلاقات الاجتماعية وأيضا فإن هذه الميزة لا تتكون بين ليلة وضحاها إذن العلاقات لن تكون بسرعة ستكون لديك علاقات وإنما هي تراكمات السنوات الكثيرة وبالتأكيد هذه العلاقات مبنية على الثقة والإنصاف في التعامل والصدق فالشخص حينما يكون ثقة ويكون منصف للآخرين وصادق بالتأكيد سيكون لديه علاقات اجتماعية تساعد في النجاح سواء في حياته وكذلك في مشاريعه المستقبلية في نهاية هذا الدرس دعونا نعلق على ما تنولنا ذكرنا الموارد المتاحة ذكرنا أن هناك لدينا عدة موارد متاحة نستفيد منها في دعم ريادة الأعمال أو مشاريعات صغيرة المملكة أطلقت عدة مبادرات وعدة منشآت لدعم رواد الأعمال السعوديين كذلك نستفيد من علاقاتنا في المجتمع لكي نطلق مشاريعنا وأيضا نستفيد من هذه العلاقات دعونا نجيب على هذا التقويم اختر الإجابة المناسبة أي مما يلي ليس أحد أسباب الأساسية الأربعة لامتلاك منشآت نحن ذكرنا هناك أربعة أسباب لإطلاق المنشآت الصغيرة ما هو الخيار الذي ليس من أسباب الرئيسة تحقيق الذات نحن ذكرنا أنه من الأسباب الأساسية استخدام المهارات من الأسباب الأساسية وكذلك الاستقلالية إذن الشهرة ليست من الأساليب أو الأسباب الأساسية قد تكون سبب ولكن ليس من الأسباب الأساسية لامتلاك المنشآت تساعد مراكز احتضان الجامعية رواد الأعمال على تطوير أفكارهم واكتساب القوة في السوق برأيك هل هذه عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ أكرنا أن الجامعات لديها مراكز بالتأكيد يتبعم رواد الأعمال وخصوصا في الأفكار الجديدة وتطويرها وبالتالي يصبحون قوة اقتصادية وقوة في السوق إذن العبارة صحيحة سؤال الأخير تهدف الخدمات التي تقدمها منشآت وهي الهيئة العامة لمشآت الصغيرة والمتوسطة إلى دعم منشآت الكبيرة ومتحدة الجنسيات ومنشآت المملوكة للدولة برأيك هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة؟ كما ذكرنا منشآت هي مختصر للهيئة العامة لمنشآت دعم منشآت الصغيرة وبالتالي دعم منشآت كبيرة ليس من اقتصاصها وكذلك شركات الحكومية ومملوكة للدولة أو حتى شركات متعددة الجنسيات وبالتالي الإجابة خاطئة إلى هنا عزيزي الطلاب نكون انتهينا من درسنا هذا اليوم شكرا لكم من حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته